يشهد منتدى مصر لتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الثانية واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفريق مشاركة دولية رفيعة المستوى من قبل المؤثرين في العمل المناخي ورؤساء مؤسسات تمويل الدولية والإقليمية ومسؤولي الأمم المتحدة ويوقد المنتدى في السابع من سبتمبر الحالي تحت رعاية الرئيس السيسي ويهدفه لوضع توصيات وأفكار بناء حول الأولويات التنموية على مستوى جهود العمل المناخي والتحول الأخضر والتمويل المبتكر والمختلط لا سيما وأن المنتدى ينعقد قبل ستين يوما فقط من مؤتمر المناخ كابت ماتي سافن المقرر انعقده بمدينة شرم الشيخ هذا ويشهد المنتدى منقشات فعالة حول جهود الأمن الغذائي بالتركيز بشكل خاص على القارة الأفريقية